احنا يمكن في تصورات الناس اللي زي حالاتي كده من العامة انه محطات الطاقة النووية هتطلع كهرباء وكلام من ده لكن لما بنقعد نفكر اكيد انه هناك الكثير من الاضافات للمجتمع والدولة المصرية بس مختلفة او تزيد على مسئلة تويد الكهرباء تويد الكهرباء يبقى في قاعدة صناعية اكيد اكبر واشمل وما الى ذلك لكن هل لها تأثيرات اخرى على المجال البحسي المجال الصناعي توفير فرص العمل الاقتصاد المصري يمكن حقيقة بتضعي السؤال بتضعي الاجابة فيه يعني انا عاوز اقول لحقيقة ان محطة الطاقة النووية دي بتقع في قلب تحقيق جميع اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بابعادها التلاتة ان مصر رؤية مصر 2030 بتعتمد على تلات ابعاد البعد الاقتصادي البعد الاجتماعي البعد البيئي وهناك عشر محاور لهذه الرؤية أو رؤية مصر 2030 بدءا من التنمية الاقتصادية مرورا بمحور الطاقة مرورا بمحور البحث العلمي والتكنولوجيا مرورا بكفاءة المؤسسات ثم العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والثقافة والبيئة والتنمية العمرانية جميع المحاور العشرة الحياة بيتم تحقيقها او المسامة في تحقيقها من خلال المحطة النووية بالضبع لو نظرنا مثلا لأول محور عندنا في رؤية مصر 2030 وهو التنمية الاقتصادية ما فيه شك أن المحطة الضبع النووية ستضيف الكثير إلى الاقتصاد المصري من خلال ما تنتجه من كهرباء موصوقة وآمنة ورخيصة السعر من خلال ما توفره من تقدم في صناعات وإدخال صناعات جديدة والارتقاء بمعايير الجودة في الصناعة المصرية حتى الصناعات القائمة من خلال ما توفره من فرص عمل ومن خلال ما توفره من وقود أحفور يمكن استغاله في صناعات أخرى صناعات بيترو كيميائية أو حتى للتصدير من خلال التكنولوجيا والبحث العيني فهي لا شك أن المحطة النووية ستخدم على المحور الأساسي وهو محور التنمية الاقتصادية المحور التالي محور الطاقة ده فيه ارتباط وصيق بين محاطة الضبع وبين محور الطاقة احنا بتقول دايما أن الطاقة النووية هي طاقة نظيفة خضراء موصوقة آمنة بتزيب من الاستقرار في شبكة القربية وسعرها منافسة إذن بتخدم بشدة على محور الطاقة المحور التالي البحث العيني كان حداك أشرت ما فيه شك أن وجود محطة نوية ساهم في زيادة الدراسات والأبحاث المرتبطة بالمجال النووي وإحنا عندنا في مصر هيئة بحثية عظيمة هيئة الطاقة الزهية هيئة بحثية عظيمة هيئة المواد النوية دول هيئتين بحثيتين بيقوموا بالكثير من الأبحاث بالإضافة إلى الجماعات المصرية ثم المحور كفاءة المؤسسات ما فيه شك أنه عشان أنا أستطيع إقالة برنامج نووي يبقى لازم أهتم برفع كفاءة المؤسسات والاهتمام بالحكمة والشفافية والمصداقية وبناء الثقة مع المجتمع كل ده بيخدم على محور على بعد واحد والبعد الاقتصادي بمحور الأربعة لو انتقلنا للبعد الثاني وهو مثلا البعد الاجتماعي بيبدأ بمحور العدالة الاجتماعية لفق بين رجل أو امرأة في الالتحاق بالعمل بالمحط النووي الأساس هو الجدار أنا عندي حوالي 20% من العاملين من اللساء وبالتالي هو بيساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بين الجميع المحور التالي الصح ثم التعليم ثم الثقافة لما نتكلم على الصحة ما فيش شك أن الطاقة النووية هي طاقة نظيفة خضراء تساعد على الحفاظ على البيئة وعلى الفرد وعلى المجتمع لما نتكلم على التعليم احنا انشأنا مدرسة الفنية بالضبعة عشان تخرج الكوادر الفنية لا تعمل فيه مشهور المحطة النوية بالضبعة هناك اهتمام أكثر بالبرامج التعليمية حتى في التعليم العالي يعني في قسم هندسة نوية في جامعة السكندرية وانشئة سنة 63 في هندسة نوية في جامعة روسية في تفكير في إنشاء هندسات أخرى هندسات نوية ثم الثقافة الثقافة النوية دخلت مكون جديد في الثقافة المصرية لما يكن متعرف عليها الثقافة النوية بقى بعدها المختلفة الأمن النووي الأمان النووي كل دي عناصر جديدة بتخش في الثقافة المصرية لأول مرة وبيزيد الوعي يعني محطة نوية عن إيه طاقة نوية إيه هي المعايير المتبطة بيها إيه هي المزايا المتبطة بيها كل دعون سهريت بيخش في الثقافة النوعية ثم المحور الأخير في رؤية مصر 2030 وهو البعد البيئي وده بيئة وتنمية عمرانية البيئة طاقة خضراء تم الاعتراب بها في الاتحاد الأوروبي في فباري 22 أن الطاقة النوعية طاقة خضراء تحافظ على البيئة والمجتمع والأفراد والمخلوقات كلها ثم التنمية العمرانية كوننا شايفنا يمكن النهضة العمرانية الواسعة اللي بيتم في الضبع في العالمين وفي الضبع وفي راس الحكمة في تطور للبنية التحتية يستشعره الجميع المجتمع المحلي بيستشعر هذا التقدم وهذا التطور في البنية التحتية مدرسوا مستشفيات وطرق كل ده بيساعد على الارتقاء بحيات وجودة الإنسان المصري لو احنا بنا نتكلم على أهداف التنمية المستدامة لا أنا بغتقي بجودة الحياة توفير طاقة قهربية رقيصة مأمونة بغتقي بجودة تعليم بغتقي بالمساواة والاندماج بغتقي بالأمن بمفهوم الواسع أمن الطاقة القربية بغتقي بالمكانة الريادية المكانة الريادية التي تستحقها مصري في هذا المجال فالحقيقة أنا عاوز أقول أن البحطة النوية هي تقع في قلب أهداف التنمية المستدامة التمانية في رؤية مصر 30 بمحورها العشرة بأبعادها الثلاثة ولذلك أنا دائما مؤمن بأهمية وقيمة هذا المشروع العملاق القومي العملاق